أوعات كثير بحس النفسي أبوي يكون لسه عايش بس عشان أقوله حقك علي كان دايماً بينصاحني بحاجات كثير وأنا صغير للأسف ماكنش بسمعه كان دايماً بيقول لي مش هتعرف إحساسي إيه جلما تجبر وتتجوز وتخلف ساعتها بس هتفهم أي أهل بغض النظر عن ظلوفهم عاملة إزاي نفسهم يشوفوا أولادهم أحسن ناس في الدنيا أي أهل لو عليهم يجيوا لولادهم حتة من السماء مش بس كده ولو عندهم استعداد يبيعوا هدومهم بس عشان خطرة أعظم ناس في العالم وأكتر ناس أسرد فيه جم من ظلوف صعبة وأحيان كتير مأساوية وكلما ظلوف الأهل بتبقى كويسة كلما فرصة إن الولاد دي تطلع متدلعة وبيضة أكتر وأكبر عشان كده ديوفنا النهاردة ديوف من نوع خاص جدا شباب صغير لسه بيبتدي حياته بس عشان يوصلوا لنقطة البداية ويعرفوا هم عايزين إيه أهليهم تعبوا معهم قوي وضحوا بحاجات كتير أهليهم ظلوفهم كويسة وقدروا يعيشوهم عيشة حلوة ويعلموهم أحسن تعليم بس للأسف في وقت وسن معاين بكنوش مقدرين أهليهم بيعملوا معهم إيه زيهم زي شباب كتير صغير في السن ده وأي حد كان يعرفهم وقتها كان بيقولك الولاد دي خلاص راحت بس مرة واحدة وبقدرة قادر بدلا ما يخشوا شمال دخلوا يمين وبقى حاجة تفرح القلب كان فيه رجل حكيم سمعت مرة بيقول أولادنا مش ملكنا هم بس سجوم الدنيا دي عن طريقنا كل اللي نقدر عليه إننا نساعدهم يعرفوا نفسهم كويس ويعرفوا إيه الهدايا اللي ربنا اديه لهم ويطوروها ويحسنوا من نفسهم ولو عايزهم يطلعهم تربيين كويس اتقل الله في تعاملك مع الناس وساعدها بس هتفرح بيهم وتتطمن عليهم دليلة سعيد ويوسف الخولي تعالوا نسمع قصته أنا شادي شريف وده جروتوكس دليلة ويوسف خباركو ايه الحمد لله الحمد لله كل قويس نواردنا تلاوما بدانا متعرفوز بعض لا طيب نمشي دي واحد بواحد كده سريعا كده الاسم السن والعنوان الاسم السن أنا اسمي دليلة سعيد عندي 23 سنة أنا يوسف الخولي عندي 24 سنة حالو طيب دي أول مرة نعمل حلقة بفيها اتنين معرفوش بعض زي ما كلمت معاكو كده عايز كلها شيكو كده يحكي لنا قصته بريفلي سريعا كده دليلة دليلة اوكي انا تولدت هنا في مصر مامتي اسبانية وبابايا مصري اتا يونج ايج كده روحت لقصر عشان بابايا بيشتغل في السياحة وكده صغيرة قوي او كانوا عندي سنة سنتين كده كانوا بيفتحوا قتل في القصر فروحت عيشت في القتل عدت خمس سنين هناك دخلت حضانا هناك وكاد حياتي هناك يعني وبعدين وانا دخلت بقى جريد وان كنت مفروض بقى خرش مدرسة وكده فمامتي كانت عايزيني أرجعي الكهرة دخلت الشوافات عدت في الشوافات لغاية جريد 5 او 5 وبس بعدين روحت نقلت روحت اسبانيا هاجرت كده بعد اخر 2011 روحت بعد الثورة اسبانيا عدت بقى في اسبانيا من 2011 لغاية 2018 تخرجت المدرسة 2018 وبعدين روحت جامعة في امريكا اوكي لأ انت ختينا بسرعة اوي 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 كنت في القصر او لحد قلتي قلتي اخش بقى جريد وان لها تقريبا ندر اقول ابتدائي تقريبا احتي بنتك على الكهرة عدتي بقى ده تقريبا كان كم سنة بقى عندك حوالي 7 سنين مثلا او 6 سنين 6 سنين 7 سنين اوكي احكي لك قصة الرياضة لأو اوكي اوكي انا اهلي او انا اهلي كان عايزين دايما ان انا خش في الرياضة ان انا يكون عندي هابي برا المدرسة فانا كنت عايشة في المنسين في نادي السيد في الدقي قدامنا فكنت دايما بارجع من المدرسة بروح على النادي كنت بلعب كل الرياضة يعني كنت بلعب كل حاجة كل حاجة كل حاجة اوه تانس سباحة تايكواندو كيك بوكسن جومباز فوليبول يعني عملت كل حاجة اوكي وبعدين كل سنة كنت بسيب بقى الرياضة اللي انا مش عايزة علعبها اللي انا مش مبسوطة فيها وكده بعدين وصلت اما كان عندي 10 سنين كده كسبت بطولة في التانس تحد 11 وانا كان عندي 9 سنين اوكي 19 سنين كده كنت خلاص بقى التانس هي اللي اتبقت معاك او كنت ما بين التانس والسباحة وبعدين السباحة ما كنتش بحبها قوي كنت كويسة فيها بس مش بحبها اوكي فكسبت البطولة دي ضد ناس اكبر مني بسنة فاهلي قالوا بس دي عندنا باطلة في البيت فبس بعدين بقى ركزت في التانس ابتدوا يجبولي كوتشات يعني كوتش بس يعني يدوني برايفت فتنس تدوا يهتموا بالتانس يعني يهتموا قوي بنت البيت الوحيدة او هم ما كانوش بيجوا تمرين ولا بيجوا بطولات فبعد ما كسبتوا البطولة دي يعني ما شتسبوش اي تمرينة ولا اي حاجة فقوتوها فبس بعدين كملت بقى في التانس اخدوني في المنتخب تحت 11 سنة سفرت بطولة عربية في مغرب وانا عندي 11 سنة كسبت البطولة وما كانوش يعني متوقعين ان انا هكسب ولا اي حاجة فوانا اما كسبت البطولة بقى اقلوا ان هي يعني خلاص عدت مرحلة في مصر يعني هي بقت احسن واحدة في مصر وفي بطولة عربية كسبتها فعايزين يدوني فرصة ان انا اتمرن والعب برا اهلك اهلك بالاهلك اللي بيفكروا كده عشان خلاص وصلت لها انا بكسب كل بطولات في مصر بس باخسر مع الناس اللي هما جايين من بر طب ليه دي احسن واحدة في مصر فاللي هو لأ احنا عايزين سفارة فعشان كده سفرت اسبانيا وحظك حلو بقى انا مامتك اسبانيا وحسن بلد في التنس في يوروب هي اسبانيا بالزبط روحت طلعين اسبانيا بالزبط كده النقلة كانت سهلة طبعا عشان كنت دايما بزور يعني اسبانيا وانا حتى انا عايشة في مصر عشان اهلي هناك بقى يعني كنت النقلة سهلة ان انا اسافر هناك واتمرن بلس اصلا الكوتش اللي انا روحت اتمرنت معاه كان صاحب حد في العيلة من مونت فهولا كلمها وقال لها ده فيه كوتش احنا عارفينه كان بيمرن واحدة اسمها كارلا سوارز كارلا سوارز دي كان طب 50 على العالم اللي هو يعني طب professional فكوتش بقى كان بيمرن من لعيبة يعني coming up في اسبانيا فقال له طب خلاص دليلة تيجي تتمرن معاه وتشوف يعني هاروشي فيلز معاه وكده فقبل ما قبل ما روح عايش هناك كنت بقى سافر له شوية وروحت لعبته بطولة ورجعت بعد ان اخر السنة 2011 روحت بقى عادت هناك اوكي واللي انا عارف ان باباكي مونتك يعني صورته ضحو شوية بحبة حاجات وبقى حاجات كثيرة هنا عشان يقدر يوفر لك صح اللي انت كنت عايزة ان هو يوفر لك ظروف مناسبة ان انت تبقيه هو شايف بطلة نسبق له وكان نحط عليك البراشر دوت بالزبط فبقى كل حاجة عشان يبقى معاكي هناك بالزبط بالزبط اوكي وطلقتي هناك وبعدين بقى اللحظ ولا زي ما انت قلت انا طلعت هناك في الاول كنت انا ومامتي انا بابايا كان بيشتغل هنا فما كانش عارف يسافر يعيش هناك بس كان بيروح كتير يعني بيروح ويرجع كتير بس وبعدين عادنا بقى اول سنتين كانت الدنيا ماشية كويس قوي وبتلت لعب يعني بطلات يعني ويرلد وايد كده كنت مبسوطة كنت مبسوطة وبتلت اخش بقى في لفل كنت top 100 في العالم كنت top 10 في سني فكت يعني كنت ماشية في طريق صح بعدين بقى بتلت لعب مع الناس الاكبر مني وانا عندي 14-15 يعني 14-15 للسن ده ابتدت لعب مع بنات بقى 20-21 فكانوا خلاص كبار اقوى مني بكتير وانا متعودة ان انا اكسب كل حاجة واكسب هنا ويعملولي دليلة ودليلة بس انا كنت بقى لعب ناس ادي او اصغر مني او يعني في الرينج ده فبتدت بقى لعب ناس اكبر مني وبس بعدين لقيت ان كان عليها براشر كتير وبس اهلي اهلي بتدى يحطوا عليها براشر لو انت ازاي بتخسري ابويا كان عايزني افضل في اسبانيا فطبعا دي كانت مكلفة طب لا اطبعنا هنبع لها هنبع لها بقى الحاجات اللي هنا عشان نقدر نخليها في اسبانيا تتمرن وكده بس فدل انا حسيت بالبراشر ده حطوا عليك البراشر بسبب ان هم بقى خلاص حياتهم كلها حواليك دليل اوكي كانوا بيقولوا دي البروجيكت انا بروجيكت فطبعا هم بيعوا حاجات كتيرة هنا عشان انا كمل هناك ممتي اما كانت في مصر ما كانت بنيتش بتشتغل هناك بقى اطلت بقى تشتغل فانا ما كنتش باشوفها اليوم كله حاليتش هيسألك ممتي كانت بتشتغل ايه هناك كانت مدرست انجلش وهي عصلا مش مدرست انجلش لا هي كانت بتشتغل في بنك يعني قبل ما تتجوز وكده وبس بعدين هي بقى هناك اطلت ان هي تعمل اي حاجة عشان تساعدنا برضو الحياة غالية اه الحياة غالية وكل يعني تلاقي ان الناس يعني الام والاب هم هم بيشتغلوا فهي يعني دخلت بقى في الحتة دي عشان انا افضل برضو في التنس ودي طبعا صعابة حاجات كتيرة عشان انا كنت متعودة دائم من ممتي تكون موجودة هي كانت موجودة بس لواء بصح انا اعمل حاجاتي وانزل اتمرن برضو حاجة تانية ان انا اما رحت اسبانيا بعد اول سنة دخلت مدرسة اونلاين يعني انا اول ما رحت سبت شويفات عادت سنة هناك في مدرسة هناك مدرسة عادية عادية اه وبعدين بقى عشان كنت بتمرن الصبح وبعد الظهر وبسافر كتير ما كنتش هقدر اكمل في مدرسة عادية عشان ما كنتش هارف اعادي سنة اوكي فدخلت مدرسة اونلاين فكت كل بخلص يعني بصح الصبح بروح التمرين برجع بذاكر بروح التمرين تاني فيش حياة فيش حياة خالص اوه فطبعا انا كنت اتغيرة وكت عايزة مبسة يعني عايزة عايز سني يعني فحسيت ان الدنيا مش يعني عادت كده شوية اما كنت في اكاديمي وكده كان الناس حوالي بيعملوا نفس الحاجة بس بعدين وانا عندي خمستاشر ستاشر سنة ابتدت هتمرن مع كوتش تانيس وفيتنس لوحتي فدي اللي انا حسيت بيها قوي ان انا يعني بجد مكتائبة فبيتي لوحدك في الرياضة وما فيش مدرسة وليدي ما بتشفيش حد بالزبط فبيتي لوحدك في حياتك ومتك طبعا مطحونة في الشهور وباباكي لما جيك كمان اللي انا فهمت واشتغل برضو نفس الحكاية بالزبط كده بالمدرس برضو يعشان بيحارك يعني هما كانوا دي ميك شور ننا عارفة ان هما بيعملوا ساكرفايز ده عشاني وكت لوحة مثلا ابتدي السنة عارفة ان انا مثلا اخر السنة لازم اقبال رانكينج ده عشان قدر اكلم مل في اسبانيا فانا اراد عارفة ان انا لازم اقبال في الرانكينج ده قبل ما ابتدي السنة اصلا وده بعيد اوي فكت لوحة بخش اول بطولة اللي انا مرعوبة عليها براشر مش عايزة مش عايزة علعب بعيط قبل التمارين قبل الماتشات يعني ما كنتش مبسوطة بقى نرجعوني تاني الاكاديمي اما كان فيه ناس ادي واكبر مني شوية وكده اللي خلني بقى ان انا ابعت شوية اللي هو طبعا كبرت شوية وبتديت افهم يعني قبل كده كنت اللي هو بعمل كل حاجة اللي هما بيقولها لي يعني هما بيقول لي دليل لازم تتمراني وتعمل لي واحدين ثلاثة فكنت بعملها بعدين بقى خلاص دخلت بقى تينيجيرز سن ريباليس شوية فبتديت بقى اللي هو شخصية اكتبان اه بده اي حاجة اي حاجة يقولوا هالي لأ انا مش هعمل كده انا هعمل العكس تماما فبتديت بقى اخسر اكتر ما اتمرنش طب ليه لازم اتمرن الصبح طب ما نتأخر شوية طب مش عارف ايه طب انا عايزة اخرج النهارده ليه ماخروجش مش هعمل حاجات كده فدي خلتني انزل بالليفل قوي ما كنتش مركزة واللي انا فهمه في التانس بقى تيبتوصلي الحتة كده معينة يا اما تكملي بروفاشنل بالزبط يا اما بتغلي سكولرشيب وتخشي جامع بالزبط كده انت خدت طريق بتاع الجامع بالزبط لان انت خلاص بتغليتي انت تعترضي على حاجات كده بالزبط كده اوكي فخلتي سكولرشيب مهم فول سكولرشيب مهم اوكي سروحتي امريك بالزبط كده بعدين بقى فقبل اخر سنة مدرسة كنت لازم عمل الديسيجن انا هروح جامع ولا لا او كده فممتك هتبوشنج لي لو عايزة تلعبي تانس وتبقي بروفاشنل تعمليها بعد الجامع يعني يكون عندك الشهادة وتعملي انت عايزة بعدين فبعدين جالي كذا اوفر من مدربين في امريكا اوفرينج سكولرشيب كنت دايما لو لا انا مستحيل انا نووي انا هكمل في التانس بس بعدين طبعا عشان كل اللي حصل ده اضطريت اروح واول سنة بقى انا بابايا ما كانش عايزني اروح اولا انا راح امريكا بنت الواحد دي وبتاعه هو كان مقلق شوية فهو ما كانش عايزني اروح ومامتي كتلقى لازم تروح وكده بس بعدين روحت بقى اول سنة واتصبت جالي انا قبل الجامعة بس انا نخش الجامعة دي انا نعرف انا نفكر كان الكراس كان حطت صورة بيقول عليك ميرون موضل اي طبعا مش شنست بقى فهمها برضو اي هي الليفل التانس اللي عاديم معا اي اي الكراس ده اصغر مني بتلات سنين وكنا منتمر يعني كنا بنلعب نفس البطولات ومنكسب نفس البطولات فهو حتى مرة صورة كده على فيسبوك بتاعه قال علي ان انا رون موضل بتاعه فكان لأ كان دخلت اول سنة جامعة تصبتي او اول سنة روح طبعا بابايا اللي هو انت اول حاجة هتعمليها هناك اي حاجة هترجعي مصر يعني ما فيش second chances والحاجات دي يعني لازم تبروف تبروف هناك خصل معك نفس القصة تقريبا صح فبس بعدين روح تبقى اول سنة وا اول سمستر الدنيا كانت ماشية تمام وكده بعدين تاني سمستر اول ماتش في سيزن قالت صبت روبوت صليبي فطريت بقى عمل عملية مامتي جات لي امريكا عملنا العملية وكده وطريت بقى اللي هو second semester ده اللي هو السيزن بتاعنا بنسفر كتير بنلعب جامعات تانية حوالين امريكا كلها فلو مثلا نروح نلعب في كاليفورنيا تاكس يعني في الحتة ستيتس يعني عامتا فهما كانوا بيسفروا كتير وانا بقى اطريت ان انا افضل في الجامعة واعمل التمارين بتاعتي عشان ارجع وكل كلام ده فانا يعني السنة دي كانت صعبة بالنسبة لي بشوف كل حد بيلعب وبيكمبيت يعني للفريق والتشجيع وانا اللي هو كنت بتفرج عليهم ببقيد فدي طبعا يعني خلتني اكتئب اوي في الحتة اللي انا كنت فيها طب انا يعني حاسة انا 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 اكون في الحتة اللي انا فيها وكده كنت مصابة حاسة انا خلاص مش مش مبسوطة فبتديت بقى كان عندي واحد سحبتي هناك يعني اي جوت كلوز هير وبتاع فهي اللي هو كانت كويسة في التنس بس برضو كان عندها نفس يعني كده كان عندها نفس الexperience اللي كان عندي هيك كويسة او ضغط فهي بقى ابتدت تروح رود مش كويسة صحبة ناس مش كويسة وكده وانا عشان كنت وفاضية ومش مبسوطة وكده بفكر كتير ف مش عارف ايه وبعدين الكوتش بتاعي هناك اتكلم مع بابايا وقال ان هي دليلة عندها potential كبير بس هي عشان صاحب البنت دي ممكن ما تستخدمش الpotential بس ومعملتش كويس في الاكاديميكس فما كنتش بلعب ولا بعمل كويس في الاكاديميكس اللي هو الحاجات اللي أنا رايح امريكا عشان اعملها فالسنة خلصت رجعت مصر او يعني لأ قبل ما رجع مصر السنة خلصت وابويا قال لي you need to transfer لنواد الرياضة عملت فيها شغل بسبب الاصابة واكاديميكلي برضو ممكن مشي كويس هم قلقانين طبعا شايفين بقى صاحبتك وسمعين الكوتش منهم مش معاك حصل قلق بالزبط ومش تعمل كويس في المدرسة وكده مصابة ارجعي مصر بس ارجعي مصر فأنا قلت له أنه عندي فاينل لسه فاضلي اسبوعين على الفاينلس وانا كنت خلصت بس انا قلت له عشان كنت عايزة شوية وقت اعرف انا هعمل ايه عشان بالنسبالي خلاص اول ما قالوا لي لازم ترجعي مصر لانا حاجة اللي هو فوقت كده لأ طبعا مش هنفع ارجعي مصر طبعا هارجع اقول لأهلي ايه انا رحت عملت كل ده وهارجع مصر ولا كأن عملت اي حاجة يعني بجد مش هقبلها فبس بعدين عدت بقى ادور على جماعات تانية هناك عدت بقى لكوتشات تانية وازور جماعات هناك اشوف ايه الفيت فوري ميل اللي انا ممكن يعني اسيف الموضوع ازاي وهلك ما عرفوش حاجة اللي تتعلم بي ده خالص ما عرفوش اي حاجة انت يتخلص بس ده وكده ورجع وخلص هما بالنسبال من انا بذاكر هخلص فاينلس وهارجع انا بقال له كنت خلاص فتقولي كده جماعتين حبيتهم قوي في واحدة منهم كان عندي واحدة صحبتي معايا في الفريق من اسبانيا وهيكت في الجامعة التانية دي فهيها ساعدتني يعني ان انا جات in contact مع الكوتش وكده هما كانوا عارفيني من قبل ما اروح الجامعة عشان هو community tennis كل حد عارف كل حد وكده بس فروحت ازورهم زي اسمها college visit كده فانت بتروح يومين بيوروك الجامعة وبتشوف ولو اتفقتوا خلاص فبس بعدين انا خلصت رحت منسوتا عجبتني قوي very comfortable الكوتش كانوا willing انهم ياخدوني حتى لو انا مصابة شايتها لسه مصابة او فساعتها مش عارف هلعب تاني يعني ما كنتش عارف هلعب ولا اعمل اي حاجة لسه وكانوا هياخدوني على اساس ان انا اول سماستر برضو مش هلعب فده بقى كل اللي انا عملتها في اسبانيا paid off عشان هما خلاص خدوني ك just for academics full scholarship even though انا كنت on the tennis team بس مش عارف علاب بس وبعدين عملت خلصت دير رحت من السوطة وكده رجعت وبعدين رجعت مصر خلاص بعتلها بقى ال contracts ومش عارف ايه وبعدين قلت الاهلي فكلم لأهلك فاكرين ان انت رجع مصر خلاص قعدة او فجيئتيهم بقى ان انت تقدمت في جامعة تانية ودخلة الجامعة داخل business school وداخل يعني كان عندي دي كان اللحظة في حياتك اللي كان فيها correction بقى تصحيح ان انت تعتمدي على نفسك بالزبط كده خلصت بقى الجامعة major business بالزبط وكي وبعد كده جيتي مصر اه جيتي مصر حاليا تشتغلي فين بشتغل دلوقتي في أوتال اسمه سين تشيجس في السيلز and marketing department ده أوتال طبع ماريت one of the luxury brands of ماريت وانا طبعا عشان اهلي background سياحة it was an easy يعني دخلة for me يعني كتا يعني كتا very smooth adaptation لمصر فاهم ازدي عشان برضو بنشتغل في السياحة بتشتغل مع جانب كتير يعني هي لزيزة وحاليا بعد دلوقتي برضو بتجيتي تبصي على كل الحاجات اللي حصلت في حياتك ان انت مامتك اسبانية فتكلمي اسباني رأسكة انجليش بتكلمي انجليش وعيشة في مصر في عربي فالحاجات دي كلها فرقت معاك في الشغل ايه طبعا اه فحلال فاهم برضو انت في القتال مسكة سفارات مسكة بزيزة في كذا ساجمنت في السيلز انا مسكة الكوربيت وفي برانش كده منه الامباسيز فهي كل الفورين امباسيز طبعا ساوث امريكا كلها اسباني واسبانيا فدي ساعدتني قوي في الدخول برضو وعرفت انت جيبتي عربيتك من فلوسك افزا اوكي دي تفرق معايا عشان بتحسي بيها قوي مش فول يا 50-50 بس عمت بتجيبي عربيتك بتحطي فيها تحطي فيها من فلوسك بتحسي بقيمتها قوي ايه طبعا حلو نبقنا شوية ونخش على يشف احكالنا عميش طيب انا مولود في مصر اهلي الاثنين مصريين كساتي كساتي طويلة بس احاولها لخصها انا ابتديت كنت في مدرسة شويفات برضو اه بس شويفات 6 أكتوبر بس شويفات عمت مدرسة جامدة كويسة اوه 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 صعبة صعبة اوه صراحة اه سيستم بتاعها مختلف وانا عموما يعني ما كنتش واحد يعني مش واحد بتاع الدراسة خالص بس فانا ابتديت هناك على جريد 3 جوم البرينسبل انا فاكر الكسة حصل ان انا كنت في الفاصل انا واحد صاحبي قررنا ان احنا نمسك المقالم كان عندنا رول كده ان احنا نحن نحط المقالم على اول الدسك ففي البريك رحنا اخذنا المقالم كصرنا على ازاز بتاع الباب تفهمش بس كصرنا على ازاز الفاصل ازاز الكصر المدير المدرسة بقى رح لأهلي قال لهم يعني هو ما كانش رفض رسمي بس اللي هو بيقول لهم يعني يوسف محتاج يمشي من المدرسة لان هو لو كمل معنا شوية كمان هيطرت فيعني كان اللي هو بشاك يعني بترودني بالضبط هذا على جريد 3 رحت مدرسة هريتج عدت هناك سنتين دي مدرسة برضو يعني سيستم كندي كنت بنقل منها عشان اروح بقى مدرسة يعني احسن شوية فروحت في جريد 5 عدت خمس سنين مدرسة اول مرة كنا في رحلة مدرسة كنا في الصين و يعني برضو كان عمل لنا كان في رول ان احنا مينفعش نجيب معنا كنا عايزين نجيب معنا اكلنا كنا عائلت صغيرة مش فهمين حاجة عادين مين احنا عحين الصين وبتاع الاكل هناك وحش قوي احنا نجيب اكل معنا نجيب المدرسة صغيرة حديد مهم يعني كنا عادين كلنا في الاوضة بناكل و بندبخ و لقينا حد يخبط على الباب مدرس قررنا نرمي طاصة من الشباك دور الثامن طاصة حديد وقعت على العربيات قسرت البوليس جاء وكل ده بقى احنا في السين رجعنا طبعا كنا عشرة في الاوضة كلنا احنا العشرة بس عدنا ده كان سين عدت نعم عدت الموضوع عدت ان احنا في الاخر رجعنا المدرسة طبعا ازاي وايه اللي انتم عملتوه ده واهلنا كلهم كان عندهم سنة اللي هو انتم هتترودوا عشرة من ضفة واحدة ازاي عشان رموا طاصة مع برده عدوها يعني مهم عدت يعني على خير بس جيت على جريد تان بقى ديكت اكبر حاجة عملتها في حياتي يعني اكبر مشكلة انا واصحابي عرفنا الباتسورد بتاع البورتل بتاع المدرسة كله اللي هو سيستم المدرسة كله من الاخر انا وثلاثة صحابي عملنا فتحنا البورتل كنا من غير درجاتنا لمدة سنة كنا عندنا يعني السيستم تعمل مدرسة كله في ايدي بغير درجات يعني اي درجة انا عايز اغيرها ممكن اغيرها لي او لأي حد تاني انت ساو يعني اه يعني انا بكل يعني بكل بكل بس اللي عملته ان انا يعني اعرفت المدرسة كلها عشان مش عايز الموضوع يلبس فيه انا او انا او اصحابي اعرفت الباسورد المدرسة كلها عشان في الاخر لما تيجي نتقفش يبقى كله مقفوش مع بعض فمش تلاتة او اتنين لا دي مدرسة بس فجينا بعدها بسنة موضوع افش جي البرينسبل طبعا اول حد يندي في المدرسة كلها كان انا لان اكيد يوسف لي دعو بالموضوع ده عشان انا كان عندي يعني الهيستري بتاعي المدرسة عموما ما كانش كويس وانا اصلا مطرود قبل كده وعموما معروفة عني ان انا بعمل مشاكل قد كده في المدرسة فهي بس سمعت بنت في المدرسة في الخمس سنين اللي انا عدتهم من اول لما روحت معروفة ان اه يوسف بتاع مشاكل اي مشكلة دورها على يوسف اي مشكلة دورها على يوسف وعموما يعني درجاتي ما كانتش كويسة كنت يعني رباليس شوية في قراراتي عموما ما كنتش فكر مرتين كنت فاكر ان انا الدنيا دي مفيش حد يقدر يقفني فيها وماشي فيها ولا فريق لي ده او ده بس يعني اللي حصل نرجع الموضوع ان انا المدير اخدني جوه قال لي هترف وكده وانت عملت المهم معدت اروح واجي معي في كلام شوية لحد اما وصلت ان انا قلت له اه انا عملت وقال لي كان بيحاول يوقعني بقى في كلام ويخلني اقول على صحابي وبيقول لي ده قال عليك كذا وده قال اقول انا مش اقول حاجة مش فريق لي اتردني بالمدرسة اشوف عيس عمري انا عن نفسي اللي حصل كلقاتي وانا يعني خلاص بس ف جم قالوا لي اتفقوا معايا ان الستاب الجاي هتبقى ان احنا هناخد سبوعين يعني انا مطلوب من المدرسة سبوعين لحد ما يكرروا هيعملوا معايا ايه طبعا بقى رحت الاهلي قلت لهم انا شب يعني خلاص مطلوب من المدرسة محتاجين دور عمدرسة تانية وكده وساعتها ما كنتش فهم قد ايه الموضوع ده كبير يعني ما كنتش فهم اهمية او يعني الموضوع ده وصل حجم الموضوع ده صعب ازاي بزبط فقلت لهم كده وبس اللي حصل يومه في الاخر قالوا لي بص الديل اللي حصل ما بين المدرسة واحنا ان من الاخر انا همشي من المدرسة مطرود بس مش هنقول لأي مدرسة تانية ان انا مطرود انا مشيت بقرار بس طبعا لان المدرسة كلها كانت بتغير درجاتهم وكل حد كانت معروفة اوي في المدرسة موضوع كبر اوي كل مدارس عرفت على الموضوع ده فطبعا رحت اعد تقدم على مدارس كل مدارس مصر افيش ولا مدرسة قبلتني ولا مدرسة غير مدرسين كانت مدرسة اي سي سي في الزمالك وبسك بس دي اللي هي المدرسة بريطانية بس فالمهم يعني عملت الامتحان بتاع بسك هم ما كانوش سمع الموضوع خالص ولا اي سي سي يعني دول المدرسين الوحدة ما سمعوش المهمة عملت الامتحان بتاع بسك دينيا مش كويس الحمد لله عديته رحت عملت الانترفيو مع المدير عجب واوي بسط به اوي وبنيت معاه علاقة كويسة في الانترفيو عرفت يعني يعني هو عجب واوي برضو حتت ان انا عموما يعني مش professional بس اللي هو بلع في فريق واللي هو واخدها جد اوي وبلعها بساعتها يعني اللي هو يا دي برضو حياتي وانا بروح التمرين وبرجع من التمرين وكده وبس فهو ابسط اوي بالموضوع ده فالمهم يعني انا مشيت من الانترفيو بعدها بساعتين كلمني اللي هو قال لي انت مقبول في المدرسة انت معانا وطبعا بقى اهلي ساعتها الحمد لله واخيرا بس يعني فالمهم رحنا دفعنا وخلاص يوسف راح بسك وعندنا عاعدوا يتكلموا معي وخلاص بص استهدى بالله ايه ده ودي بداية جديدة وصفحة جديدة ومش عايزين مشاكل ويعني ده يا ربنا بيديك فرصة يعني حياتك يعني بتكتب حياتك من جديد من الاخر كنت بتت استوعب وللس ساعتها كنت يعني مش هقول لانا بتاديت استوعب على الاخر تاديت الاحظ انها لأ ايه اللي انا بعمله ده يعني انا تردت من المدرسة مرتين واهلي ويعني والحمد لله ربنا داني فرصة ثانية فأكيد انا كنت بعمل الحاجة غلط ومحتاجة غير اللي انا بعمله ده بس برضو ساعتها يعني انا كنت كان هندي 16 سنة فانا كنت لسه يعني شاب صغير طبعا الموضوع في الاول كان مؤثر علي بس بعد كده خلاص بقى انا اتقابلت في المدرسة وروح لمدرسة كويس قوي كمان بزرط فلسه مش حسس قوي برضو يعني بس فالمهم يعني انا فاكر الموضوع ده بقى بالتفصيل قوي كان اول يوم رمضان بعد ما اتقابلت ودخلت بعد ما اتقابلت ودفعت لا لا لسه ما دخلتش اه دفع انا كنت لسه السنة يعني انا هكمل في السنة اوكي وهخلص السنة دي والسنة اللي بعدين انا ممنوع اروح بس بس بفتح الايميل بتاع يعني بتاع امي لقيت ايميل من المدير بتاع بسك بعت لها ان احنا عملنا ريفوند للفلوس بتاعتكم ويوسف مش هيجي مدرسة احنا عرفنا على موضوع البورتل من فهي كان فيه الفيس برينسبل في ما كانتش بتحبيني خالص كان مستقصدان بطريقة مش طبعا ايو ما كانش عجبها خالص موضوع الديل ده وكانت عايزة عايزة تأزيني عايزة مش عايزة موضوع يخلص بطريقة ويد دي بالزبط فلعملته ان هي راحت من وراء دهر كل حد راحت لمدير بسك قالت له حصل واحد اثنين ثلاثة فهو لما عارف كده قال لك لا يوسف مش هيجي عندنا وما لنجزع وكده فرجعنا برضو شانست بقى فاهمة يا اكيد ما عارفت ان انت رايح بسك طلبت الفايل بتاعك او ملف بتاعك من المدرسة فهي عارفت ان دولة تقبلوك فراحت متبرع بعيد عن الديل اللي تعمل مع مدير المدرسة وراحت قالت لهم هو مدير المدرسة ادى الفايل تستعطي من غير اي مشاكل وقال لهم يا جماعة زي تمام فيش حاجة وهي بقى لما عارفت على كده قامت رحت من وراء وعملت الموضوع بس فالمهم يعني احنا رحنا بقى ساعدنا معهم واننا لهم يا جماعة احنا كان فيه ما بيننا ديل والديل ده انتم يعني ما مسكتوش كلامكم الاخر فيا اما تحلوا مشكلة اما يوسف راجع من مدرسة فطبعا هو بالنسبة لهم لا يوسف مايرجعش مدرسة احنا نعمل اي حاجة ده يعني عشان تفهم بس يعني قدي انا كنت ساعتها يعني مش في بابل بالزبط في بابل خالص وحدي ومش فريلي حاجة مهم راح يعني قاموا رجعوا البس قالوا لهم خلاص يا جماعة دلوقتي المدرسة كلها كان بتغير والموضوع ده مش هو بس الوحده وهو عملها كم مرة يعني زبطوا الموضوع كان فيه جزء من المشكلة على المدرسة ان مش يوسف مش لوحده ان هي في حاجة اللي يضعب في المدرسة وانتفال فمش يوسف يتحمل المدرسة يعني فيه 150 واحد بغير مش يوسف بس فقال المدير بس بقى كلمني انا شخصيا قال لي انا عايز ميتنق معك انت الوحدك مغير اهلك مغير اي حد انا وانت الوحدنا طيب تمام رحت له المدرسة عادت معايا الميتنق ده اخد بالزبط خمس دقايق انا دخلت له قال لي المتين قال لي بص انا شايف فيك البوتانشا شايف فيك ان انت ولد كويس وانا عارف ان انا لو ديتك فرصة تانية مش يكون غلطان فانا بقولك دلوقتي انت عندك انت يعني انت تخش المدرسة وانت على مدرسة 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 لمدة السنتين اللي فضلين لك في المدرسة انت لو جيت لي المكتب يعني لو حد قال لك روح مكتب المدير امشي على البيت لان انت مطرود من المدرسة ممنوع تيجي مكتب عندي ساعتها بقى ساعتها بقى كانت لا يعني اسحى بقى وفوق بس مشيت الحمد لله وعدت الحمد لله عدت السنتين مدرسة دول خيش اي حاجة بتريدت اتكلم لسه مش عارف انا عايز اعمل ايه اوي فدرست بزنس ماندجونت اللي هو تجارة عامة يعني في لندن واول سنة جامعة بقى بدرة اعمال اكتر نعم بدرة اعمال يعني اه درة اعمال بزبط بس فلما روحت لندن اول سنة طبعا بقى لسه واصل وانجلترا وعيش لوحدي والجامعة ومحدش بقى بيقول لي روح الجامعة وتعلم الجامعة رجع تاني يوسف القديم يزار شاية رجع بقى بالزبط رجع يزار شاية وحده وحده يوسف القديم رجع وبدأت افكر تاني اللي هو لأ طب معادي يعني لو عملت كده يعني لو مروحش الجامعة كم يوم مش هيحصل حاجة وكده انا كنت على فيزا يعني اللي هي بتبقى السوند فيزا فبيبقى فيه قانون ان انت لازم تعدي يعني نسبة معينة من الاتندنس بتاعك في الجامعة لازم تكون تروح للجامعة لأيام معينة عشان تاخد فيزا السنة الجاية فما كنتش بحضر يعني كان فيه شوية فصول كده ما بحضرهاش وتعني ده اول سمستر خالص صحية يوم انا فاكر اخر يوم في اول سمستر صحية على ايميل من الجامعة بيقولولي ان انا الاتندنس ساعة واطي قوي وانا عندي ميتنج عشان افاهم ايه اللي انا كنت يعني اللي مش بحضر يا اما انت مطرود من الجامعة وانا طبعا قبل ما اروح بقى كان فيه اللي هو القاعدة مع اهلي اللي هو انت لو احملت اي حاجة نفس الحاجة يعني زي دليل اللي هو درجاتك كذب ان تبدل كويسة تحضر ومتعملش مشاكل وكده نفس القاعدة بالزبط وانا طبعا يعني مكتش كنت ساعتها لسه برضو تبقى قصبين عنك مفيش يعني متبقاش معدر اوي هم عاملين ايه بالزبط تبقى واخدهم زي ما بيقولوا كده فور جرانتد بالزبط مش معدر هم حاطين ايه انت بالنسبة لك هم يعني عادي صحيح تفهمها بالزبط ودي ما فهمتاش غير يعني لما كبير يعني عدت بالزبط همخش بقى همخش عكسة فطبعا روحت بقى يعني زبطت الموضوع روحت للجامعة وعطت يعني خلقت الكسة ومن الاخر عديت بيها الحمد لله وهنا بقى كان يعني الترينيج بوينت بقى ان انا لاحست ان لا انت مش كل حاجة هتجيلك بسهولة ومش كل حاجة هتعدي ومش كل مشكلة هتعملها هتعرف تحلها ومش كل مرة يعني يعني انت أخد فرص كتير اوي وانا مش عادي اخد فرص دي لحد يعني هاخد فرص دي لحد فين ده الواحدة كده ده اه وصلت القصة دي الاندستانيك ده وصلت له لوحدة ماتش حد قاعد يكلم معاك ويقول لك كلام ده خالص عشان انا ساعيتها اهلي معرفوش عن الموضوع ده هم معرفو من كام يوم اصلا حكيت لهم من قريب يعني طبعا الموضوع ده انا كنت يعني يشايله جوه ساعيتها كان الموضوع صعب اوي علي ومش ناس كتير كتعرفة عن الموضوع ده لان انا كنت محرج اوي اصلا ان انا حصل حاجة زي دي فبس يعني الحمد لله عديت الجامعة في الاخر اعدت هناك بعديها كملت سنة ونص في لندن وبعدين حصل موضوع كورونا رجعت مصر وانا سعيق انا مكنش بحب اوي اللي عيشة هناك يعني عموما ايا بلا يعني انا مش الجو اللي انا بحبه خالص وعيشة كيبة اوي الجو وحش اوي والدنيا بتمطر كتير وده الموضوع فالمهم لما رجعت وقت الكورونا كنت قاعد هنا في مصر رحت ايش في الجونة وابتديت بقى سعيتها انا مكنش اوي بحب الووتر سبورتس العمائية وكده مكنش اوي انتريستت فيها كنت بعرف بس اللي هو مش واخدها اللي هو بطريقة ان انا بلعبها كل يوم وفاشنط اخدها فورفان يعني بتجرب حاجة كده كل فين وفين بزبط فكنت بلعب ويكبوردن ساعتها لما رحت بقى الجونة كان عندي وقت فاضي كتير فكنت بلعب ويكبوردن بس ما كانتش مسالياني اوي فابتديت عملت كورس تاع كايت سيرفين وهنا بقى يعني حياتي اتشقلبت خالص لما بتديت اللعبة اللي هي كايت سيرفين دي كنت يعني كان تعجباني اوي وقلت اي ايا دي خلاص وساعتها كان عندي اختيار اما ارجع الجامعة اخر سنة اقعد في لندن تاني اما اكمل الجامعة اونلاين انا الصراحة كنت شايف ان انا لو رجعت هناك كده كده الدنيا مقفلة خالص ومش لذيذة وكده وانا كنت اقعد فقلت خلاص انا اكمل اونلاين ويكون بلعب كايت سيرفين حجنب ويقعد هنا في مصر وانا مبسوط اكتر هنا والدنيا ملمومة اكتر بكتير والدنيا احسن فقلت خلاص انا اقعد هنا عشت هناك حوالي سنتين واخدت بقى موضوع كايت سيرفين لحتة تانية خالص ان انا كنت بلعب كل يوم فتحسنت بسرعة بدأت واحدة واحدة خش في بطولات اللي هي بتبقى مثلا موجودة في الجونة في رص صدر بالحاجات دي بتقيت العابها اعتبر جوا مصر وبس في خلال يعني ده حوالي قعدت ثلاث سنين كده وكنت بقى مقدمة عالجيش ساعتها لما قدمت عالجيش قالوا لي ان انا عندي سنة كمان يعني انا لما قدمت في شهر تسعة قالوا لي لأ انت تبتقي تسعة اللي جاي فكان عندي سنة خلصت جامعة خلص انا كده اه بالزبط انا خلصت جامعة وقدمت عالجيش عطول عشان انجز وانا صغير اصلا فقلت يعني بس لما قدمت عليها قالوا لي ان انت عندك كمان سنة اشتغلت في شركة شركة يعني عدت فيها السنة اللي هي لحد الجيش بعدين دخلت الجيش طبعا الجيش بقى كان experience بقى غير بقى كل حاجة اشتغلت في حياتي ده بقى اللي فعلا كان حتة اللي هو يعني هدتني اوي يعني هدتك اوي طبعا يعني التعامل وان انت بيعلمك الصبر وبيعلمك حاجات كتيرة اوي يعني بتشوف ناس تانية بتشوف ناس بقى وتبتيت تقدر النعمة اللي انت كنت فيها بالزبط والتعامل اللي انت الناس بتعاملك بقى يعني جوه الجيش بقى تتعامل اللي انت فيش تبطابة فيش تبطابة خالص يعني موضوع كان طبعا يعني داني يعني هامبلينج زي ما بيقولوا يعني هامبلينج مش شفتاش ناي اكسبينيينس كانت وحشة وصعبة وبتاع العكس حاسنا هي فديتك في شخصيتك هي طبعا فديتني اوي انا دلوقتي عشان خلص طبعا بقول ان انا يعني كان كويس بس طبعا وانا في الجيش وانا في نص سنة الجيش بتاعتي يعني ما كنتش اقدر اقول كده طبعا لان انا فوسيها اه بالزبط تبقى صعب اوي ان انت تقدر برضو بساعتها بس مع الوقت بتيتفهم ان انت غربنا بيعمل كل حاجة لسبب انت دخلت الجيش ده يعني الكايت سيرفين انا متخيل ان هو خلاك تبعد عن طريق تاني خالص فبقى خلاك هو بيبقى عالم لوحده بيبعدك عن حاجات تانية كتير اوي حس ان الجيش بقى جات شاريون طوب كان ليا ايه زبطت بقى افلت بالزبط والجيش يعني يعني انا لما دخلت كان عندي بيبقى اجازاتي اسبوع واسبوع فكان عندي اسبوع فاضي في الوقت ده اخدت الفرصة انا كنت مش بقى انا حالي مقدرش اشتغل وكده فكنت بردو بلعب كايد كتير اوي وبسافر بروح دهب وبتاع فأجازاتي ففي الفترة دي كان وقتها انا وثلاث اصحابي كنا في دهب وابتدينا يعني وحنا انا كان فيه بتوله وكنا نتفرج عن الناس ناكل اللي هما من دهب الناس الوكال زيان في دهب كان بلعبوا البدو اهل البدو بالزبط وبس وساعتها بتدينا يعني كان فيه ولد معاين كده بالزبط الولد ده كنا منتفرج عليه ساعتها ما كانتش معايا كايد بتاعته وهي برضو عشان الناس تبعى عارفة يعني كايد عموما لعبة غالية بالزبط مكلفة اوي الكايد نفسها غالية اوي بس هو الولد ده كان بيلعب كان عنده ساعتها 15 سنة و احنا كنا منتفرج عليه كان اخذ الكايد بتاعت واحد صاحبنا يلعب بيها فهو جي اللي انا ممكن اجرب الكايد بتاعتك وبعد يزنك فقلنا خلاص تمام اكيد هم هناك في ده بيعملوا الولاد الصغارين بيكونوا عادين بيتفرجوا على الكبار هم بيلعبوا ومن كتر ما هم بيحبوا رياضة ومستنين بس يكبروا انه يبقى سنه يقدر يجيب ان هو يمسك كايد بيعملوا كايد من 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 قماش يعني بياخدوا لبس هدوم بتاعه وبيعملوا بيها كايد وبالحبل ويقعد يلعب بيها واصح هو وتلاقي اخوه مسكو مثلا برايام والله عمليني يزقه فالولاد ده كان الكيس دي كان زيهم بالزبط كده ده أكسي حيب عمرو كان عنده كايد بتاع طوار لا بالزبط فاحنا اخذ الكايد تعتقد صعب ينزل بيها احسن واحد في الماء يعني احنا نتفرج عليه مش مستوعبين ان ده اصلا ما عندهوش كايد ازاي ده ما عندهوش كايد وازاي ده مش فيش سبونسر بيساعد ازاي محدش بيساعد الناس دي فقررنا عملنا الاول اللي بتدينا ان احنا عدنا له سبونسر من مكاني يعني مكاني ده ده الكايد سنتر فانتو انت واربع اصحابك او تلات اصحابك كماتو واتفقتوا مع المكان ده ان انتو ازاي تتبرعوه بكايد هم يعني هم المكان ده يعني الاثنين اصحابي اسموهم نيكول وناطري هم مكاني بس فقررنا ان احنا هنعمل ان احنا هنديهم هنديلوا كايد من مكاني وقتبقى براندد وكده بمكاني ونبدأ بالموضوع ده بس فبتدينا بحمزة اعدنا معا اعد حوالي معنا يعني ست شهور هو الوحده وبعدين بعدين بسنة عملنا بقى NGO اسمها هي اسمها رايزنج ستارز بقى لها دلوقتي سنتين ومعنا دلوقتي اربعة حمزة وثلاثة كمان حمزة وثلاثة كمان و يعني اللي احنا بنعمله بري بريفلي وسريعا كده ان احنا بناخد الناس دي شايفين فيهم potential ان هم talented وعندهم الموهبة وبنجبلهم بقى ديل من بره sponsor يكون بي sponsor بيديلوا kites بيديلوا boards بيديلوا lips بيديلوا كده هو يعني هو supported بقى البراند وبناخد بقى يعني هو في two branches في الاثلاتيك سايد في الناحية اللي هي الرياضية وفي الناحية اللي هي الدراسية حتة الموهبة نفسها وفي جزء بقى حتة الدراسة ما هم بيش متعلمين قوي يعني لأ بيكونوا طبعا لا ازيك في مدرسة بس مفيش حتة اللغة مثلا بالزبط وده بقى الحتة اللي احنا كنا بنحاول نزبطها ان احنا معظم الناس في الرياضة وكده بياخدوا بيكونوا مركزين قوي في حتة الرياضة وبينسوا خالص عن موضوع الدراسة وهي دي الحتة اللي احنا كنا بنحاول نغيرها في التفكير عندهم ان هو دراسة هي هي زي الرياضة اللي ان انت لو اتصابت هنا في الرياضة حصل لك حاجة بعد الشر اي حاجة في رجبتك انت اللي هيشيلك هو الدراسة الدراسة وعمر ما حد يقدر يخدها منك ده يوسف تاني يوسف تاني يوسف تاني يوسف تالت بس ف يعني زي ما كنت بقولك احنا عندنا كده الناحية الدراسية من ناحية الرياضية وطبعا الحتة اللي كانت صعب قوي ان احنا ندخلها هي كانت الحتة الدراسية الرياضية كانت سهلة قوي مش في الماغه خالص هو العب قايت واتمر وكده وده كان بالنسبة له انا بعمل كده اص انت بس ديني كايتات وانا هزبط لك الدنيا ناحية الدراسية هي اللي كانت في الاول صعبة بس دلوقتي بالعكس بقينا احنا شايفين منهم هم بنفسهم قصا اللي بيجوا يقول لي لا ده الدراسة ده دي بص ده انا تعلمت كذا النهاردة بص ده انا بتكلم ده انا تعلمت كلمة جديدة بص انا في المدرسة مش عارق فهو فهم اهميتها بعد بس ده بعد ما تحط في موك الكلامي معاك برضو قبل كده اول حاجة ان انت حمزة ده النهاردة ده طلع بطولة في ساوث افريكا تقريبا بزبط اللي يتعتبر زي بطولة العالم في الكايت وخد مركز تالت بزبط ده طالع من عندكم طالع من عندنا بزبط وانا يعني هحكي لك برضو القصة دي سريعا برضو احنا اول سنة صفرنا حمزة وقريبو اسمه يوسف هم راحوا كيب تاون دي يعني كيب تاون دي اللي هي في جنوب افريكيا هي من احسن حيثة تقايت فيها في العالم فكان فيه بتولة اسمها بيج اير كايت ليج دي يعني الدوري بتاع الكايتينج في العالم عموما فهو ودناهم كيب تاون قاعدوا هناك شهرين كان اول مرة يسافروا في حياتهم او يلعبوا كايت برا او اي حاجة وهناك بتبقى اللعب مختلف قوي عن في مصر الهوا هناك يعني ضعف ضعف قصا والموج بيبعالي قوي هنا في مصر احنا عندنا البحر سجادة يعني بالنسبة ل هناك فبس هم سافروا طبعا كان في الاول صعبة قوي كانوا يتعودوا عليها وكده ودخل بطولة حمزة اخذ فيها ثالث لأول مرة وقالوا ساعتها بقى لدينا بقى سبونسرز من برانز بقى من بره بيتكلموا معنا احنا عايزين حمزة يبقى معنا احنا عايزين حمزة يبقى نسبونسرهم وكده فاخد اول ديل لي بعد كيب تاون يعني كان لسه ساعتها كان مكاني وكنا مدين له كايت ساعتها بقى اخد بقى سبونسرز ساعته وبس دلوقتي بقى معنا اربعة هما كانوا ساعتها اتنين بقى اربعة وثلاثة منهم دلوقتي في كيب تاون بردو بقى يعني نفس الوقت ده بيعودوا هناك شهرين يروحوا يلعبوه والهدف بتاعنا ان احنا نصفرهم كل الحتة البطولة دي هي البطولة دي بيلف احسن حتة تلعب فيها كايت في العالم السبوت كلها فاحنا الهدف بتاعنا طبعا ان احنا نوديهم بقى كل الستوبس داعت البطولة دي ويلعبوها ويكونوا طرف كايتر وبس يعني احنا طبعا الموضوع ده او البلاتفورم اللي احنا عملناه ده يعني انا ما كنتش قادر عمله غير مع البورتنيرز بتوعي هما نيكول وناطيلي ومصطفى عباس ويعني من غيرهم موضوع ده عمره مكان غالبا هيقوم يعني كل واحد فينا ليه امبوت بطريقة مختلفة فبس دا يعني نشتف خطير خطير داك اسوأ فترة في حياتك تقيمت تحدد دلوقتي انت ريسا حياتك ان شاء الله طويلة هتشوفي فيها كتير هتشوفي فيها الحلوة هتشوفي فيها الوحش بس اكتر فترة كانت وحشة في حياتك حياتك كل واحد فيكو حسيتوا انتوا لوحدكو وتعملتي معها ازاي انا يعني اكتر فترة كانت صعبة بالنسبة لي كان فيه لقطة كده عمري ما هنساها انا كنت طبعا كنت اما كنت عايشة في مصر كانت الدنيا سهلة قوي بالنسبة لي اهلي كانوا يعني كويسين ويعني مامتي مش بتشتغل زي قصر كويسة معك حواليك اهلك جدك وددتك كل حاجة حلوة والحمد لله يعني كانت الدنيا سهلة بالنسبة لي بعدين اما روحت اسبانيا والدنيا بتدت تبقى مهزوزة شوية اما بابايا جي اسبانيا مرة ومامتي كان بتشتغل بابايا بقى جي شوية عايز يشتغل في اسبانيا يعمل فلوس باليوروز مش عايز يعمل فلوس عشان طبعا باليوروز عشان يعرف يعني يعيشك العيشة برضو يقدر تحمل تكلفة التمرينات بالزبط كده فكنا انا فاكرة كنا ماشيين بالعربية ومامتي بابايا ساي مامتي قدام وانا ورا وعاديين بنبوست على كل اللي هي اللام بوست زي العواميد النور العواميد النور عاديين نحط كده اعلانات اعلانات English courses اللي هو اللي هو انه هو احنا عايزين اعلانات طب هندي مثلا كورس English ساعة بتمانية يورو كورس انجل ودي كان انا بالنسبة لي احنا وصلنا للليفل ده انا كنت في مصر عايشة عايشة يعني حلوة قوي واهلي نو يعني كانوا هيعملوا كده وبابايا برضو يعني جاي من يعني عائلة برضو كويسة فالهو هو برضو حتى لقيته بيتعلم معايا يعني حسيت ان دي كانت العائلة كلها احنا برضو عائلة صغيرة انا بنت الوحيدة فالعائلة كلها عدت على موقف صعب ودي بالنسبة لي خلتني اشوف حاجات كتيرة مختلفة لو احنا وصلنا ان احنا من الدنيا بتمطر والدنيا برد والدنيا مش هفق ايه وعادين نعدي على عواميد النور نحط يفط ساعة بتمانية يورو مش هارف ايه دي كانت حاجة اللي هو احنا بجد it's a struggle فدي كانت اسوأ فترة في حياتي في الوقت ده انا حسيت ان انا مسؤولة صح صح او سعبت عليك نفسك او سعبت عليك عيلتك الموقف ده بس النهار ده شايفها ازاي لا انا شايف ان احنا يعني اتكلم مع نفسي انا طبعا عمري ما هبقى في الحتة اللي انا فيها دي وبفكر بطريقة اللي انا بفكر بيها و confident اوي في الحاجات اللي انا عديت فيها لو ده ما كانش حصل ده ما كانش عندي اللقطة دي يعني انا ممكن اخش في اي مكان بتكلم مع اي حد بجد مش من غير اي داوت من الداوسة اللي كتبتجيلي زي ما بقولك انا بكون all in دلوقتي في اي حاجة بعملها خرجتي برا comfort zone اكتر فترة صعبة عليك كتب في حياتك انا اكتر فترة كتب صعبة ممكن اقول ان هي يعني انا محسيتش بيها غير من قريب بس انا لما ارجع افكر في الوقت اللي انا لما يعني لما طردت من المدرسة وكنا عاديين بنظهر على المدارس ومش لقيم مدرسة تاخدني وحسس ان انا يعني حطيت اهلي في حتة وحشة قوي ومقدرتش خالص كل المجهود اللي هم عملوه معايا ومقدرتش خالص يعني التعب وشايفهم قاعدين بيدوروا وانا على حاجة انا قصلا عملتها وهم عاديين نروح للمدرسة دي ونروح للمدرسة وكل المدرسة تقول لي لأ لأ مش هناخده مش هناخده مش هناخده هم شايفيني بضيع قدامهم اصلا يعني الولد ده مستحبله رايح فين والولد ده هنعمل فيه ايه والولد ده يعني ليه بيعمل كده اصلا يعني ليه كل المشاكل دي وهو ده ده اللي خلاني دي كانت أصعب فترة في حياتي يعني اللي انا قصدي اقوله بان انا ما عنديش برضو البرسبكتف بتاع ده الناس دي تعبانا والناس دي يعني يعني هم يعني انت لغلط هم اللي ده انا لغلط هم اللي بيشيلوا التمن لآخر يعني لان في الآخر مش أنا اللي هتصرف يعني لان أنا صغير انا ما قدرش هتصرف الموقف ده هم اللي هتصرف هم اللي بيقدموا هم اللي بيعمل فلما كبرت ودلوقتي برجع ابص على ايام دي وارجع افتكر بس يعني ويش امي لما خش البيت حتى اللي هو انا بفكر اللي هو لا ده كان اوحش دي غالبا كانت اوحش فترة بحياتي لان انا لو كنت في سني ده وشايف ان انا عامل حاجة زي دي في اهلي دلوقتي يعني غالبا مش هقدر اعيش بيها صح 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 انت حاليا دلوقتي بتشتغل فيه انا بشتغل في رادبل رادبل بشتغل بقى افنس في رادبل اوكي وعظون رادبل برضو كان من الاسباب اللي خليتهم من هما ياخدوك كان قصة رايزنج ستارز والحطة اللي انت فيها يعني رادبل عموما هو الفكرة ان انا انا بس باشنة قوي على البراند وبحب البراند قوي ومن ساعتها انا كنت من وانا صغير في الجامعة انا بحلم ان انا اشتغل في شركة زي رادبل يعني بالنسبة لي عشان مع الكايت ومع وحبي والباشن بتاعي للرياضة عموما وهم شركة مفيش شركة في مصر غالبا او في العالم اصلا بتعمل اللي هما بيعملوه في الرياضة وفي المزيكة والطريال اللي هما بيماركت البرودكتز بيها وانا بالنسبة لي يعني انا برضو حتة الماركتينج دي اكتر حتة انا كنت عايز اخش فيها في البزنس فان انا اجمع الباشن بتاعي للرياضة والماركتينج مع بعض كان يعني حلم حياتي من الاخر وبس فهم لما انا كنت بتعمل معهم كتير قوي قبل مشتار لاناك قصلا كنت بلعب في البطولات وبروح ساعد في البطولات اللي هما بيعملوها اللي بيعملوها اللي بتحصل ومع ومع الموضوع يعني الحمد لله الحمد لله ماشي الحمد لله قولي عن نصيحة أهليكم كانوا بنصحوكم بيها زمان مكتش يعني مدلها اهتمام ودلوقتي معدرينها جامد اللي جاهز فيكو يرد لما انت افكر برد افكر برد افكر برد افكر برد حاجة مكناش مكتنعين بيها صح؟ اه اوكي طيب انا ممكن اقول حاجة اه اه انا طول من وانا في المدرسة من وانا في grade 11 كان ابويا دايما يقول لي في السيف انت هتشتغل هتعمل انتشتغل او هتعمل هتشتغل في حتة وطول عمري كنت بعد اقول له انا عايز اصيف وانا عايز اصافر وانا عايز ارجي وانا عايز اروه وكان دايما يقول لي لأ انت هتشتغل وهاتروح تشتغل في الشركة دي وهتعمل انتشبه انا وانا كنت دايما بعملها غصب عني دايما بعملها اللي هو بالزق اللي هو انت بعملها عشان لازم عملها ولما بدأت اقدم على شغل هنا في مصر لحيث أن أنا الجامعة دي ما كانتش أي حاجة ما لاش أي دعوة بالشغل وما لاش أي دعوة هي كل اللي فارق وكل اللي بيخليني أستاندوت عن أي حد تاني هو الإكسپيرينس بتاعي والشغل اللي أنا عملته أي شغل اشتغلته فمن وانا في المدرسة من وانا في جريد 11 بشتغل كل سيف فلما جيت أقدم كنت عامل مثلا حوالي 5-6 انترنشيبس فلما جيت أقدم كنت بأتكلم بسكة عشان أنا أقول لهم ده أنا اشتغلت في كذا وعملت وكذا والحد النهاردة بقول لأبويا أنا والله العظيمة أنا مش صد أن أنا كنت وانا صغير بعض أقول لك لأ وأنا مش عايز أشتغل وأنا مش عايز أعمل وشايف ناس بقى يعني أصحابي بيجوا يتكلموا معايا دلوقتي ولا عمرهم اشتغلوا ولا عملوا حاجة في السيف ولا أي حاجة ولما بيجوا يقدموا على شغل موضوع أصعب كتير قوي لأن هو غير إن هو مش مكتوب حاجة عنده هو ما عندوش حاجة يتكلم بيها ما عندوش خبرة في الworking environment مع عمرهم دخل مكتب لأن المكتب غير برا المكتب لما تخش في المكتب وتفهم الناس تتعامل مع بعض إزاي وإزاي تتكلم مع مديرك وإزاي تتكلم مع يعني واحد معاك في الشغل هو ده بقى الخبرة اللي أنا أخدتها وهو ده اللي أنا تعلمته من كل بقى الشغلانات اللي أنا اشتغلتها في السيف دي ودلوقتي برجع أقول له يعني شكراً إن أنت أصلاً خلتني أعمل حاجة زي دي غصب عني لأنه كان ممكن يقول لك خلاص يا عم أنت مش عايز تشتغلش سيبك بقى هو فدل ورايا وفدل مصر أن أنا أعملها وبس يعني دي حاجة صراحة سعادتني عموماً حاجة زي برضو يوسف كان بيقول على الانترنشيبس وكده بابا كان دايماً يقول لي لو أنت في الحياة عمتاً كل حد عنده شانطة شال شانطة أي حاجة أنت هتعدي فيها أي حاجة أنت هتعملها جديد بتحط الـ experiences دي والخبرة دي في الشانطة بتاعتك وأنت عمرك بنت هتعرف إمتى هتستخدمها بس أكيد هتطلع لك فترة أن أنت لازم تستخدمها زي مثلاً كنت في أسبانيا وبابا يجي ديني شوية دروس عربي لو أنا أستخدم عربي ليه وأنا بالنسبة لي بقى خلاص أنا في أسبانيا بقى وأنا مش هرجع مصر وخلاص أنا عايشة بقى جو هناك لو أنا خلاص بقى أسبانية وبتاع فإيه بقى اللي هو طب لأ لازم تتعلمي تكتبي ولازم تقري ولازم لأ أنت يعني مش عارفة هتستخدمي الموضوع ده إمتى فدايماً لو خلاني ما خافش أن أنا أفتح باب جديد أو اللي هو مثلاً أقول يعني ما استسهلش إن أنا لأ طب أنا ليه عمل ده طب أنا مش هستخدمي طب أنا مش هستخدمي طب ليه أعمل دي طب يعني هتضيع وقت فلوها ابتديت لأ دلوقتي بشوف اللي هو كل حاجات اللي أنا عديت فيها بستخدم الخبرات اللي عندي اللي هو مثلاً التانس دلوقتي بقيت بكوتش اللغات الأسباني والعربي وكده مساعديني في الشغل اللي أنا بشتغله دلوقتي يعني كل حاجة بعدي فيها في شنطة كده أنا شايلاها لو أنت مش عارفة هتتطلع أمتى بس هي هتطلع آه فاهم قاعدة فاهم قاعدة تطلعها من الشنطة وكل مرتادي بحاجة بتحطي برضو في الشنطة بالظبط كده مش معناها أنك هتستخدمها على طول سح بس 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 بالظبط كده هلو قاوي المثل ده إيه أكبر غلطة الأهالي بيعملوها في التعامل مع مش عايز أقول سن بسموه سن المراحكة أنا ما بحبش أسميه سن المراحكة بس الشاب هو لسه صغير لسه بيحاول بيكتشفه وعايز يعمل إيه لو ستاشر سبعتاشر تامنطاشر إيه أكبر غلطة بيعملوها معه بحس أن الأهالي ساعات اللي هو ما بيحسه طيب خلاص يعني اللي هيعملوه دلوقتي اللي ابني هيعملوه دلوقتي خلاص دي نهاية العالم يعني أنا خلاص لو هو عمل كده أنا بيضيع طبعا الأهالي بيكونوا يعني واخدين بالهم اللي هو يعني يكون ماشي في طريق الصح بس برضو السن ده بدري قوي إن تحط ابنك تحت الضغط اللي هو لأ أنت خلاص بوست الدنيا أنت حياتك خلصت بحس أني بدري قوي بيحطوا ضغط على ابنهم أو بنتهم مش أحسيت بده في السن صغير هم مش جاهزين ياخدوا الضغط ده فهم عزي أنت متفاهمة الأهالي بتعمل متفاهمة مديالهم عزر بس هو غلط بالظبط كده أنا فهمة ليه بيعملوا كده بس برضو بحس يعني يعني out of love بس برضو بتحط ضغط قوي لو ما ما ينفعش تحسس ابنك أو بنتك اللي هو خلاص كده ما فيش حاجة ممكن تعملها أنت مستقبلك ضع أنت خلاص loser يعني بحس أن هي كل حاجة هيعدي فيها هتخليه أقوى وهتخليه يطلع من موقف أحسن صح صح أنا أكتر حاجة بحس أن الأهالي بتغلط فيها أن يعني أنا عموما واحد ما بحبش حد ياخد لي قرارات يعني مش مش بالطريقة دي طبعا بس يعني قصدي اللي هو ما بحبش أحس أن أنا محطوط على ضغط أن أنا أهم الحاجة أنا مش مقتنع بها فلما مثلا يعني أنا طول عمري كان أبويا تحس دايما اللي هو في مصر فيه اللي هو يعني فيه مبدأ اللي هو طب لأ أنت هتخش مدرسة طب عشان هتطلع دكتور أو هتخش هتطلع زي عشان همهندس أنا يعني الحمد لله دي اللي أنا شفتها فرقت معايا قوي أن أنا أبويا عمره مكان بيحط علي ضغط أن لأ أنت هتدرس كذا عشان هتطلع كذا ودي عموما حاجة أنا بشوفها يعني كومن أوي في مصر عموما يعني أهلك ما عمله هاج بس أهل تانية بيعابل بالضبط يعني دي حاجة موجودة كتير موجودة كتير أو أن أنا أقول له لأ أنت هتعمل كذا غصب عنه ويطلع في الآخر بيطلع ما بيعملش اللي هو بيحبه ومكبوس في يعني كارير باث هو مش عايز يبقى فيه ومش عارف إيطلع منه ومحدود فيه بسبب أن عشان زمان كنت أنا شايف أن هو ده الصح فهو ده اللي هيعمله فيعني دي حاجة عموما ساعدتني هو أن أنا دلوقتي لحد النهار ده قصلا يعني حتى لو كرار كبير أو حتى لو هو مثلا شايف أن أنا هعمل حياة غلط أو شايف أن الكرار اللي أنا هاخده ده غلط بيسيبني أعمله لأن هو ده يعني هي دي الحياة وأنت مش تتعلم غير كده يعني أنا مش هتعلم غير لما أغلط وأتعلم من غلطي وبس يعني دي كانت حاجة كبيرة حتى إما جيت أدرس أو أختار الميجر بتاعي اللي أنا هتخصص فيه ممكن هو ما كانش مقتنع به ممكن ما كنتش مقتنع أن أنا أخد أو أن أنا كنت ساعتها شايف أن أنا عايز أخش في فينانس عشان هو بيشتغل فينانس فأنا عايز أبتديت أشتغل شوية فيه وبعدين أحس أن مش ده اللي أنا بحبه وهو سابني أخذ الكرار ده عادي قال لي خلاص أنت مش بتحبه أعمل تشوف أنت بتحب إيه أعمله مهم تشتغل مهم تشتغل وتتعلم وتشوف أعمل أنت عايزه في الآخر بس مهم أن أنت تتمرمت بزبط بس وهو ده يعني وصلني النهار ده أنا عارف أنا بحب إيه وعارف بقول لي صاحب صاحب إنهم مش قادر ومش عايز أجي وبتعب بالعكس أروه ما عايز أشتغل وعايز أروه فدي كانت حاجة فرقت قوي عموما وبشوفها موجودة كتير قوي في مصر لا في الجيل بتاعنا عمتا دي كان زي ما أنت بتقول كده كان فيه أهالي بيفرده أجدادكم بقى كانوا بيفرده على أهاليكم أنت تطلع مهندس أنت تطلع الدكتور فزي ما أنت بتقول كده هو بيعمل بخش كريب هو مش مقتنع بيه وبيعمل كده بس هيوصل لسن تلاقيه بقى في الناس بتعمل كريه شفت عندها 40 سنة و50 سنة فهيفوق مرة واحدة لأنه بيعمل حاجة ما بيحبهاش فهو بيد في النفس وبالحيا زي ما بيقوله كده طب زي ما تكلمنا على الأهالي الغلطة نتكلم بقى على السن بتاع 16 أو برضو 17 أو 18 إيه الغلطة اللي هما بيعملوها في التعامل مع الأهالي أحنا يعني يعني وانتوا في السن ده في الأهالي بيعملوا غلط اللي احنا بنتكلم فيه في التعامل اللي هما إن كان بيفرضوا حاجة معاينة على الولايات في السن دوت إن كان بيحسسوا من دي آخر الدنيا الغلطة بقى للسن ده نفسه بيعملها في التعامل مع الأهالي إن هي دايما عاملة زي ال competition بحيث أن أنا دخلة خناقة مع أهلي أنا ضدهم كنت ده أنا بحيث أن أنا الوحدي ضدهم يعني دي اللي هو بدل ما أخذها طب هما بيحاولوا يساعدوني بأخذها اللي هو لا هما عايزين يقرفوني هما عايزين يعني يقولولي حاجة عشان يقرفوني عشان عايزين يشوفوني وأنا متضايقة أنا كنت بشوفها كده طب لأ طب أنا زي بقى أعمل يعني فريق ضدهم دي أكتر حاجة هي مش حرب لأ دلوقتي لأ يعني العلاقة تغيرت تماما لأ أنا أنا بروح لهم دلوقتي عشان أخذ منهم طب يعني أعمل إيه في الموقف ده طب إيه رأيكو في كذا لأ أنا قبل كده لأ ما كنتش عايز أسمع أي حاجة عشان أنا صح وأنا وأنا اللي بفكر فيه ده الطريق اللي أنا همشي فيه ومش فريق لي أنتوا هتقولوا إيه حتى عندك هم بيغلسوا عليك آه بيغلسوا عليك أوكي صح دي غلطة فعلا بتعمل في السنة أوصلت وأنا فاكر في السنة دات أنا كنت ممكن في فترة الله أرحمه كنت مكاكره أبويا حسنا هو فاهم عايزت حسنا هو بتوصل مرحلة جواك جواك أنجر نوك إنه عديوك فاهم شرير وما تيجي تفكري فيه أما تكبري بتحسين هو أهو يكراك ليه ده أنت ده الوحيد الأب والأم اللي فعلا زي ما يقولك كده الحب جير مشروط هما بس عايزين مصلحتك ساعات بيفورسوا حاجات بالغلط بس هو حب بس عمرهم هيفورس حاجة مش كويسة ليه صح بس أمشي ليك ما تشربي سجاير أهو مش هتحسن أنا بشوف غلطة أنا كنت بقابلها وكتير قوي من الناس اللي في سني بيعملوها أن يعني مش بيكون مش بتمني علاقة مع أهلك أن احنا أن احنا فرقة واحدة أو أن احنا صحاب لأنه في الآخر أنا أهلي عايزين مصلحتي يعني ومش يعني لما يقولي حاجة زي ما دليلة بتقول لما يقولي أن ده غلط أو ده صح هو عارف هو بيقولي لأن أنا صغير وهو من الآخر هو اللي هيجايدني في الحياة لأن أنا رسا مش فهم حاجة أصلا أنا صغير خاص مش فهم حاجة وممكن القرار اللي أنا أعمله ده يأثر علي في حاجة قدام قوي أنا مش متخيلها فبيكون يعني في السن ده بيبقى فيه دايما كده حتة اللي هو فيه زي تحس سور ما بين ما بين الابن والأهل اللي هو أنا مش عايز أعود معاكو أنا مش عايز أخرج معاكو أنا يوم يوم الجمعة اللي هو مفروض اليوم العائلي معروف أنا مش عايز أروح أنا مش عايز بالعكس يعني وانت مفروض أصلا دي تبقى حاجة تبني علاقة مع أهلك اللي هو إحنا صحاب إحنا إحنا فرقة واحدة أنتو بتساعدوني وأنا هسمع كلامكو وماشي لو أنا مش مقترنة بحاجة أنتو بتقولوها تعالوا نقعد نتكلم فيها مش خناقة ويلا نقوم على بعض ويلا أنا مش طائق ده وأنت هتعمل كده غصب عنك فالموضوع يقلب أن هو بقى اللي هو كر يعني آه بالضبط أنت بتعمل حاجة غصب عنك بدل ما أنت يعني تقتنع بيها لأن في الآخر هو هو عايز مصلحتك زي ما أنا بقول يعني في الآخر أظن أن إحنا في السن ده عمتا بتبقى محتاجين نكون أسكى من كده شوية في تعامل مع الأهالي صبت نعرف نكسبهم يعني في الآخر في الآخر أنت ممكن تاخد كل اللي أنت عايزه بل أنت آخر حاجة في حياتهم فأنت ممكن هتاخد معهم الجمعة بس بقيت اللي زبوع مش هشفوك يعني مش هي دي فممكن تاخد اللي أنت عايزه بس تبقى أسكى بس شوية في التعامل معهم بالضبط تعرف زي ما أنت بتقوله كده أنا هو هم دفنة اللي عايزين مصلحتك آه أوكي عرفتوا أنتوا عايزين إيه في حياتك ولا لسه شؤال صعب شوية لحد دلو عش عايز تبقى إيه كمان عشرين سنة لا يعني صعب بس بس حس أنت حسين أنتوا كده ماشيين على الطريق الصحيح مزبوط عايزة يعني أنت دلوقتي حاليا عايزة تصالي لإيه ولا ماشي كده وخلاص لا مش ماشي كده أنا الحمد لله مبسوطة في حياتة اللي أنا فيها دلوقتي في الأوتل وفي نفس الوقت ويتمرني تنس بالضبط كده بخش في البادل شوية برضو بطلات بمرن برضو شوية تلعيبة تنس عشان دايما عايز يكون عندي حتى رجلي في التنس والبادل والحيطة دي عشان ما أخسرهاش طبعا طول حياتي طبعا ودلوقتي بشتغل سيلز في سان تشيجس عارف أن أنا عايز أكمل في السياحة دي حاجة يعني I'm sure of في نفس الوقت برضو عايز أكمل في الرياضة مش عارفة بالضبط مش عايز أقول أنا خلاص عارفت أنا عايز أعمل إيه عشان الواحد مش عارف ممكن كمان سنتين ثلاثة التفكير دي يتغير بس بس يعني اللي أنا عارفاه فرشور إن أنا عايز أكمل أطور من نفسي كل سنة عن التانية يكون عندي جولز مش اللي هو خلاص أنا كده satisfied أنا تمام لأ أنا دايما I want to build سواء masters experiences جديدة أحط نفسي في أطلع نفسي من comfort zone شوية أعمل حاجات جديدة أشوف ناس تانية فدي أكتر حاجة أنا عارفة إن أنا عايز أكمل أعمل ده مش عايز تبقى أحسن من حد عايز تبقى أحسن من نفسك الزبط حلوة موضوع ده أنا ما قدرش أقول إن أنا عارف إن أنا اللي أنا بعمله ده بس يعني أنا لسه بدأ شغل بقالي يعني ثلاث شهور يعني كنت في الجيش وقابليها كذا ف اللي أنا عارفه وعارفه كويس قوي إن أنا يعني كنت بحلم بالله أنا فيه دلوقتي فأنا الحمد لله أنا شايف إن أنا في حتة كويسة وماشي في الطريق الصح بس أنا ما قدرش أقول إن أنا عارف إن أنا عارفه إن أنا مركز بالله أنا بعمله وماشي في طريق زي ما أنا وعايز أكبر وعايز أحسن من نفسي وعايز على قد ما قدر إن أنا أطور من نفسي بس بس لأ يعني يعني أنا شايف إن الدنيا ماشية كويس وإن أنا حابب اللي أنا بعمله ومش زهقان من شغلي ومش كاره اللي أنا يعني مبسوط في الحتة اللي أنا في الحتة بس خلي بقى كمان نسلك بتعمل حاجة إنتو الاتنين عندكم يزف إن دائما بيقولك أحلى حاجة في الدنيا إن إنت تشتغل في حاجة تكون تكون هي يعني تخلي حاجة الهوبي بتاعتك مثلا تبقى هي مصدر دخلك فأنتي نهارده التنس بيدخلك مصدر دخل وبتحبيه إنجوين معضوها السيلز دافنتلي وإنت الحتة بتاعت الكايت والإكستيم سبوتس وكل سدي فأنت بتشتغل في شركة هي بتعمل الكلام ده فأعلى حاجة في الدنيا بتحسن أنت مش رح تشتغل أنت بتشتغل وفي نفس الوقت بس ما بتشتغلش لأنت بتسحى كل يوم الصبح مبسوط وعايز أكبر الشركة أو البراند اللي أنا شغال فيه حاجة أنا بقى أحبها براند نفسه بحبه فأنا عايز أعايز أكبر فيه وعايز أشوف الـ growth أو الـ development بتاعه وأنا معاهم بساعد فيه فهي دي رأيك في التعليم رأيك في التعليم إن هو حكي دي حكي دي سؤال كده موضوع كبير والأسئلة اللي جاية دي أسئلة بنسألها عمات أن يجي لي الديوف معنا بيبقوا عقبر من نقف سنة بس أنا حاس أن أنتوا جاهزين فهجرب معاكم الأسئلة دي بس أنا عارفة أن هي فيها يعني ناس بتفكر بطوريات مختلفة بس بحس أن التعليم برضو بيعلم الواحد إزاي يعني أن أنت بتاخد حاجات مثلا زي مثلا أرقام حد بيحب الأرقام حد بيكره الأرقام اللي بيكره الأرقام لازم ياخد أرقام ممكن يبقى كويس في حاجة تانية بس برضو بتعلمك حتى لو مش عقبك الحاجة دي لازم تاخدها عشان برضو أنت في الحياة عمتا هتعدي على مواقف مش هتحب تعدي فيها و هتعدي مع ناس مش بتحبهم و لازم تتعامل معاهم بحس أن دي بتعلمك شوية الديسيبليل هتحب الأرقام حسنا 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 أنا بحس يعني هي طبعا كلام دليلة يعني أنا أجري 100% بس أنا عندي برضو وجهة نظر تانية أن بحس أن الدراسة عموما هي بتدي بيس يعني بتدي بيس أن أفهم كل حاجة و كيف كل حاجة بتسهل بس اللي فعلا بتعلم منه هو المواقف اللي بتحط فيها في حياتي عموما إن كان بقى في الدراسة أو بر الدراسة أو ممكن يبقى حتى موقف في الشارع و بيعلمني حاجة ممكن تفضل معي طول حياتي فأنا بحس أن التعليم بيجي من أنت الحياة كلها تعليم أنت طول ما أنت ماشي بتتعلم حياة أكبر مدرسة أكبر مدرسة في العالم هي هي دي يعني أنا بالنسبة لي كل اللي أخذته في المدرسة ده يعني في حاجات أنا ممكن أصلا قلتها لي أنا مكنش عارف ده إيه أصلا وأنا درسته وعملت عليه انتحان وحليته وده وزكرته وعدت ست ساعات بزكير له بس في الآخر هو مفضلش معي لأنه هو أنا متعلم ممكن ما كنتش متعلمتش منه حاجة أو مستعملتوش بس يعني عموما بس أنا بحس أن هي المواقف هي اللي بتعلم صح طيب تعلمتو إيه من الرياضة أصلا لو التعليم بيديك الديسبلن الرياضة بتعمل إيه كده كده ديسبلن إزاي تتعامل في المواقف يعني مثلا ما بتخسر أما بتتمرن جامد قوي وتروح ماتش وتخسر الإحساس اللي هو بعد ما تخسر إحساس اللي أنت بتحس أن أنت بجد تحت الأرض وإزاي تقوم من ده يعني إزاي تعديها دي أكبر يعني لسنز تعلمتها في الرياضة عشان اللي هو مثلا أنت بتعدي في ماتش طيب أنا كل حد مثلا مستنيك تكسب وبتاعه وتروح تخسر ماتش الإحساس اللي أنت عندك إيه أنت أوحش حد في العالم فإزاي تقوم من ده وترجع تاني وتتمرن وتنسى فاهم الدرس ده حلو قوي ده حقيق الدرس برضو يعني لو أنت مش بتدعب رياضة ومعدتش على الدخط ده دخط ماتش ناس بتتفرغ عليك صحابك جايين وبتاعه تخسر إزاي تقوم من ده دي حاجة مش سهل صح حلو قوي أنا حاجة رياضة على اللي متألي وبشوفها كتير قوي أن بحس أن ما فيش حاجة اسمها أنت أفلتها يعني دايما في يعني فيه سيين كده بتقول there is always room for improvement بالنسبة لي يعني حتى أحسن لعيبة في العالم وأحسن ناس في العالم واحد زي كريستان رونالد أو ماسي أو ولو كان أفلها وكان وصل أنه هو خلاص أنا أفلتها كان بطلها صح هو دايما في حيطة نقعة لأ أنا محتاجة أتمرن عشان أوصل يعني أنا وصلت إلى هنا لأ أنا محتاجة أوصل إلى هنا فدايما في الحيطة دي اللي هي أنا 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 عايز يعني أنا عايز أوصل لل للحيطة يعني أنت عمرها عمرها ما هتوقف من آخر عمرها دايما فيه progress دايما فيه لك لازم تعلق دايما لنفسك جزرة كده بالضبط وضع بي تنطغل كل شوية فيه حاجة جديدة عايز أتعلمها زي ما أنت لسه كنت بتتكلمي على الموضوع أن أنت كل شوية كل شوية يستعلمي حاجة جديدة بتاخدوا قراراتكو بالقلب ولا بالعقل عملت قلب وعقل يعني بال calling أو بال gut feeling ولا بتفكروا فيها بتشغلوا لوكو أكتر يعني عايز أقول gut feeling بس هي بالعقلة أكتر يعني لو قرار مهم لا هفكر فيها قوي وهعمل list pros and cons طب لو عملت دي الحلو الوحش طب لو رحت في الطريقة تانية لا لو قرار مهم هفكر فيها أوكي تفكر فيها بالك أكتر آه عشان ممكن بقلب بال gut feeling اللي هو دي تغير كمان يومين ثلاثة عشان it's emotional أوكي مش عايزة هتبقى emotional أنا بحس أن أنا يعني بتبع لحسب الموقف في مواقف باخد القرار بال gut feeling زي ما أنت بتقولها أو بال يعني وفيه قرار باخده بالعقل بفقد أفكر فيه وبيبع لحسب الموقف كله بس أنا عموما بحس أن أنا فيه حاجات ببقى risk taker شوية فانا لو أنا مقتنع بحاجة وشايف النهاية دي مع أن ممكن حاجات قدامي تقولني إن لا ده مش القرار صح بس أنا من جواي أحسس إن هو ده الصح هو ده المفروض يتعمل باخد القرار بال gut feeling بتاعي بس بيبقى محسوب يعني مش بقول يالله فاهم فاهم بفكر فيه بس ممكن يبقى هو يعني 50-50 ممكن يبقى أنه هو ينجح 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 وأنا لو شايف أنه هو ينجح باخد القرار مع أن ممكن حاجات قدامي كتير هو تقول لي إن لا ده قرار غلط الناس ممكن تبدل تقولك لا مش تحيل تعمل كده وإنت في حاجة تقولك اعمل كده بالزبط وبيبقى ضغط محطوط علي لأ وده مش صح وده مش القرار الصح وأنا من جوا ما لأ أقول لأ أهوة ده الصح أنا عارف إنه أهوة ده الصح وما ماخد القرار وأهوة ده بيجي غلط وأهوة ده بيجي صح ولما بيجي غلط ومتعلم منه بيبقى حلوة كان لما عندي السؤال ده قدامي بيسأله لنفسي وهتسأله لنفسك قدام برضو يعني الإجابة هتوضح لكم أكتر بس لحد ما قابلت حد وكان برضو السؤال ده يعني أنا مش في عارفة بتحسي كده في كولنج بواكي بيقولك تعملي كده تعملي كده كل حاجة بتقولك لأ كل حاجة حواليك بتقولك لأ لحد ما حد بسط لي الموضوع كده قال لي أنت بتستخدم الاتنين فمسألا عندك حاجتين بتختار بينهم فقلبك أو جات فيلين بيقولك إيه هتختار واحد عقلك بيقولك بيعملها إزاي فهي الحتة بالاتنين بس دي انتو كل واحد تيكو بقى في الجيرون بتاعتو بيبتدي إيه بس الله لأن العقل بس العقل بس ممكن تيكي تفكري في حاجة تلاقي كل الناس الحديث بتقولك ما ينفعش ما ينفع أي حد عمل حاجة جديدة كسرت الدنيا كل الناس كان بتقوله ما ينفعش ومسألا كباعتك كده ما تيكي تبصوا على الناس أي حد عمل حاجات ماسي كل قصص كان مريد قلبه أصلا كباعت صغير وجسمه قد كده وبتاع النهار ده أحسن لايه بكرة في العالم نيميت بقى فقاق ستيف جوب نفس الحكاية أول ما طلع كل ناس كان بتقول اللي هو بيعمله ده عبط وهبل مش هيحصل فدائما بتبقى فيه حتة كده جواكي هي دي اللي بتديك الدرايف يعني سؤال سألو لكم بقى خلاص تفتكروا ربنا بيدي مين كل الناس بتتعب تلاقي ناس كده جدا بتتعب وبتحاول تتعب مجهود وبتعب بس فيه ناس ربنا بيدي ناس ما بيديش ناس تاني بدوكم أي فكرة جابة عن السؤال ده سألو لكم دي بقدري قوي عليكم عمتا بس قلت تجرب كل الناس أنا بقدري عليكم يعني أنا بحيث ربنا يعني مش بيزلم حد من آخر بيدي لو حطيت مجهود في حاجة هيديك حقك إنما مش شرط إنه هو يديك حقك دلوقتي وممكن يديه حقك كمان 30 سنة يعني ممكن أشتغل دلوقتي وأعمل وأبقاء أشتغل وحس إن أنا حاطت مجهود ومش ما فيش أي يعني أي أي رول يعني ريزول مش شايف ريزول بس ممكن ريزول ده يجي قدام بقى ممكن يجي كمان 20 سنة 30 سنة كمان 5 سنين محدش يعرف يعني أنا بحيس بس إن الواحد لازم هو بس يحط مجهوده ويعني يكون بس يعني يصدق يصدق إن أنا طالما حاطت مجهود ربنا مش هيظلمني ومش هيديني حق هل بحيس بس هل بحيس بس هل بحيس بس أعلى في حياتكم حد تسموني لك أب تو كده غير أيها أكام يعني يعني مفيش حد بالنسبة لي دايما دايما أنا كنت يعني بشوف إن هو هو أبوي هو يعني ببص بقول أنا عايزة أبقى زيه لما قبل مش شرطة بأعمل زيه بأعمل نفس الحاجة زيه بس عايزة بأوصل للشخصية اللي هو وصلها فبس أنا عموما ما فيش حد بقى اللي هو أقول لك سيلابرتي ومش عارف منين عكس يا أهلا حاجة ودي أكبر جايزة ممكن الأهل ياخدوها مش تبقى فاهم يعني يعني إن أنت تربي عائل يبقى بصلك أنت المسألة عالم معينا عدوهم كتير ناس تانية ممكن يوصلها بره بقى كسيلابرتي كبزنسمان كأي أن كان بس أحلى جايزة للأهل لما البنت تبعي سيطلع زي مامتها والولد عايز سيطلع زي بابا دي يعني حاجة تفرح أكيد بتشوفوا العالم إزاي اللي احنا عايشين فيه النهار ده العالم وقتنا اختلف يعني عند الوقت فحب شوف انتو بتشوفو ازاي دلوقتي العالم اللي احنا عايشين في كل مشاكله بكل بكل مشاكله ان العالم مش دايما فار يعني بحس ان انت لازم تبقى قوي عمتا يعني بحس العالم مش للناس الضعيفة ده اللي انا بحس بيه في كل حاجة كشخصية كمسلا حتى لو بلد يعني مفيش لازم الواحد دي بقى قوي ده انا بشوفها والقوة دي شايفها ان انت متعارضة مع ان انت تبدال يمحافظة على انسانيتك ان انت تبدال عرفة سلحد ممكن بقى قوي بأجراسف لا مش قصدي قوي اجراسف او قصدي قوي كباور عنده ناس لا مش قصدي كده قصدي انت من جواك يعني سترونج في الفاليوس بتاعتك انا بشوف ان انت اما تكون يور ريتش مش معناها ان انت يور ريتش كفلوس يور ريتش ككولتشر كأدوكيشن كنت عايشت فين او كنت اكسبوز لايه في حياتك دي بتخلي واحد قوي صح فانا بحس بكده ده بالنسبالي معنى القوة شوف العالم ازاي انا بشوف العالم يعني العالم صعب يعني طبعا مش سهل ومش للضعيف زي ما دليلة بتقول وبالزات بكل بقى الحاجات اللي بتحصل دلوقتي والمشاكل دي كلها وفي نفس الوقت بحس ان الحاجات دي يعني كلها ان العالم ده is full of opportunities من الاخر انت يا اما تقعد في البيت وتكت مع نفسك وتقول يا ده فيه مشاكل بتحصل انا اقعد في البيت وبتاع انا مشان يا اما تنزل وتدور على الفرص وتشوف الفرص فين وتستغل بقى الحاجات دي دي وجهة نظري بالنسبة يعني العالم يعني بس طبعا هي مش سهلة الحياة مش سهلة وحس انها زمان كان الموضوع اسهل شوية ممكن يعني معرفش هنا بالحاجات اللي بتحصل كلها هنا بقى في مصر وكده الموضوع اصعب كتير بس طبعا انا بشوف ان ده حاجة يعني بتعلمنا كتير اوي برضو في نفس الوقت فطول ما هي اصعب بكل ما هي بتعلم اكتر بس وانا شاين هي بعد كده هت pay off اكيد ان شاء الله طيب عايزك تقولي على مش تقولي انا بتاع تبص للكاميرا وتقول نصيحة للشباب اللي اصغر منك لو ما في سن بتاعك اللي كان سن الشقاوة ده خلينا نقول عليه كده وتكلمهم صح النصيح طيب لو يعني انصح الشباب اللي في سن سن اللي انا كنت فيه سن اللي انا كنت بعمل مشاكل فيه وفاكر ان ما فيش زي في الدنيا دي ان الحياة مش سهلة وكل حاجة بتعمله انت صغير بتأثر عليك وبتأثر على مستقبلك قدام فلما يكون لما تاخد نصيحة من حد كبير وحد فاهم وهو عايز مصلحتك ومش بيقولك حاجة كده بيرخم عليك او لو عايزك مش عايزك تعمل غلطة هتندم عليها بعدين تسمع كلامه وتاخد بكلامه ان هو عنده خبرة وهو شايف في الدنيا وانت لسه ما شفتش حاجة ولسه ما هتشوف قدام ودي حاجة انا تعلمتها بالطريقة الصعبة ما كانتش سهلة عموما لي ف يعني دي حاجة طبعا نصيحة للشباب دليلة انا نصيحة مني للشباب كده التينيج جيرز ان كده كده كل حدا يعمل غلطات كل حدا بيعمل غلطات احنا نتعلم كده بس اهم حاجة ان احنا برضو يعني تاخدوا بالك عشان فيه غلطات irreversible ف برضو الواحد يعني لازم يقدر عالته والحاجات اللي هما بيقولولي لك عشان مش يعني بتيجي من مكان يعني من خبرة منهم اكيد هما عادوا على حاجات كتيرة وعارفين مصلحتك ف don't challenge يعني الحياة وهي فترة ان انت هتعمل غلطة irreversible ودي بجد هتندم عليها ف make sure ان انت اي ان كان بتعمله ان انت يعني بتسمع كلام اهلك وهم في الاخر يعني يعني في المصلحتك وانت في الاخر هتشكرهم يعني فدي دي حاجة يعني ناصيحة لكم هلو طب اسألك سؤال بصوا احنا عندنا tradition كده بنعمله في كل حلقة ان كل guest بيسأل سؤال للضيف اللي جاي اللي احنا منعرف شوها مين اوكي فانتو هتسألوا سؤال للضيف اللي جاي كل واحد فيكم ويحنا منعرف شوها مين سؤال random ليه دعوة بموضوع growth الموضوع اللي احنا منتكلم عليه بس فيه سؤال تسأل من ضيف قبل كده طرق نور لو تسمعوا عن طرق نور ده راجل legend في ال advertising يعني عمتا والسؤال دوت سؤال مش سهل بس هجربه معاكم شخص اي حاجة وممكن تقول لي على الإجابة ده في حلول كتير بس ممكن تقول لي على حاجة واحدة شايفنا انها لو تغلص في بلد دي ممكن تعمل تغير بلد جامل هو كان بيقولت تحل مشكلة مصر الاقتصادية ازاي فمش لازم تبقى تقول لي على حال طبعا الإجابة نعطيها حلقات بس حاجة كل واحد يجو شايفها لو اتعملت في بلد دي او حتة او ايا كان ممكن تدخل بلد دي فلوس كتيرة جدا تحسنها جامد اوي حاجة نقصة في البلد هنا والبلد نحتاجها عشان الناس تبدأ يعني بحيث ان الدراسة هنا الهدوكيشن اكتر حاجة محتاجة صرف ومحتاجة ان احنا نركز فيها لان في الاخر هما دول اللي هيقوموا البلد احنا الناس صغيرة المفروض تدرس تتعلم ومش يعني انا بشوف ان الدراسة مش مصروف عليها اناف في مصر وبالذات اننا شعبين شعب كبير قوي قوي احنا 120 مليون ولا حاجة والدراسة دي مفروض تبقى طيب يعني بالنسبة للبلد لان في الاخر هما دول هيوموا البلد هما دول هيحلوا مشاكلنا هما دول هيشتغلوا ويجيبوا الفلوس وكل ما احنا البلد فيها الفقر وفيها يعني ان محدش بيتعلم وكده وبيطلع من المدرسة وبيروح يشتغل شغلنا اي كلام ومش احنا كده مش يعني خسرانين واحد في إن هو لو تعلم كويس هيكبر من نفسه ومش هيبقى عندنا مشاكل اقتصادية عموما عندك حل انا كنت اقول نفسي حاجة كنت اقول لازم في التعليم وفي الدراسة عشان دي حاجة اللي هت الحاجة الوحيدة اللي هت شيل البلد بعد كده الناس اللي جاي جيل التاني جيل الجديد هيشوفوا ايه اللي هم هتعلموه يعني بحس ان احنا ممكن نعمل يعني يعني حاجة بلد يعني مصر عمتنا عندها potential لحاجة كبيرة يعني بلد فيها كل حاجة حلوة بس محتاجة نحن ننبست في الناس في الشعب عمتنا عشان نقدر نميك اتباتر او نخلي نخلي نبين how good مصر يعني صح فهمتني لا انا مجتنع تماما ان كل حلولنا هتيجي من شباب صغير افكار اي انت عندك مثلا المانيا اللي من اقوى اقتصادات العالم هي اقتصادها كله قايم على الستارتابس على امباورنج الستارتابس وتشجيعهم الافكار كلها هما دول اللي عندهم الانيرجي وعندهم الفكر وعندهم تعلموا كويس امباورنج امباورنج حلوة سأجري معاكم طب انت شادي انت شايف اي حل مشكلة لا انا شايف ان يعني هقولك على حاجة مثلا على قصة كده كان عندنا واحد ساحبنا لسه راجع من دبي في النييرز وكان هو عائلته هو ومراته ومعادل ثلاث ولاد مش لاقي خرم ابرة عشان يروحوا في النييرز مش عايز بارتي ولا عايز يعمل اي حاجة فابتدى يبص بس على الحاجات فاللوطة بتاع البرج خليفة نروح مع الناس لا برج خليفة بتيكتس وسولد اوت على اخر تيجي تبص النهاردة برج خليفة اللي هي بلد دبي دي كانت صحرة يعني من زمان 50-60 سنة دي كانت صحرة ما كانتش موجودة هي بروجيكت هي بنسبالية مش بلد هي بروجيكت تيجي تبص النهاردة برج خليفة دي عامل ازاي تيجي تبص النهاردة ان الهرم ما كانش موجود اصلا في الخطة بتاعتني في حتة نحنا ويلاك حتة الـ يعني في حاجات كتيرة قوي بنحط عليها أو بندي دايما لحتة الامن فانت عندك مثلا في الحتة اللي انت بتكلم فيها مثلا الكايت سيرفين مصر فيها بتاع راس صدر دات من احلى الكايت سيرفين سبت بتاع دهب مثلا احلى الكايت سيرفين سبت في العالم بالزبط فالحيط اللي بتتكلم عليها في حيط وانت بتشعلي في السياحة السياحة عندك فيها potential ما فيش بلد في العالم فيها الجو اللي فيها عندك ده ولا فيها كمية الـ فيش بلد فيها القصر وأصوان والغردقة وشارم الشيخ ودهب والنيل والفيوم فيش حاجة كده فمع التعليم انا شايف السياحة بس فكرة ان انت حتة الـ الديني الـ ان انا اجي لك النهاردة هدفع فلوس هاخد قصادة بس فتكني السؤال انت بدي دي بداية طيب سأله بقى سؤال الجاست اللي جال هم شافين هو مين طيب ايه موقف حصل لك في الحياة عموما انت فاكره يعني كنه حصل مبارح وحاجة علمتك درس في الحياة عموما وإكسبيريينس عمرك في حياتك ما تنساه ودايما هتفتكره بكل الديتيلز بتاعته هلو سؤال تتكتبقى مكاني بعد سؤال تسأل لي من قرائب عشان كده اه حداري وانا ما تلكش عادب حاجة مثلا في السبجكت اللي احنا كلنا نتكلم فيه ايه مثلا حاجة يوش اهلك كانوا عملوها مختلفة في التعامل معك في التعامل معك او يعني في التعامل معك حاجة مثلا لو كانوا عملوها بالطريقة دي انت مثلا ممكن تكون بتفكر بطريقة تلني درقتي هلو هلو برضو سؤال صعب او 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 طيب اه اه اخر سؤال تعريبا معنا عايز كل واحد فيكو يوجه رسالة الاحلو اوف لا اوجينا رسالة كتير اولي لا اقولكو لان انا كان حد قال لي حاجة زمان كده قال لي او اتفتك ان انت بتربي او ان عيالك دولة بتوعك ملكك هم انت مجرد بس الشانل او الكانال اللي جو عن طريقك بس هم بعد كده هم مهما حاولت تعملهم هم عندهم حياتهم ودي حاجات بطريقة بتاعتهم فكل اللي تملك بس ان انت هتدلهم نصيحة ولو عايز فعلا النادي تتربى كويس تقي ربنا في التعامل مع الناس وتقي ربنا في التعامل مع الناس دي لو ما تظلمش حد ما تفتريش على حد وهتلاقي ربنا بيربي لك عيالك من جي ما انت تاخد بيالك وانا عارف اهليك وكويس يعني عرب باقي منطق وعرب باقي منطق كويس وعارف قديهم نصيبة فعشان كده اللي انا شايفه قدامي دولت وانتو الاتنين بالزيت انا كنت يعني بسمع على طول مشاكالك وانتظهرين وفي اوقات كدير متعلق ما كنت بقلق صحابنا وبحبوهم جدا فكنت ما بسمع القصص دي كنت بقلق فالشخصيات اللي عادة قدامي النهاردة ديت لأ حاجة تخلي الواحد يبقى proud وانا امشور ان هم مبسطين بيكو اول النهاردة ان هم كان بقى لو انا كنت الآن عليكم زمان هم اكيد كانوا عليكم عشر اضعف فامشور ان هم بيتفرجوا عليكم النهاردة دي احلى رسالة مجتجوا هلهم بس حاب برضو ان تقول لهم بس يعني في حاجات كتيرة ممكن اقولها بس يعني طبعا thank you for being with me في الاوات الصعبة thank you for دايما believing in me continue to believe in me حتى في الاوات اللي انا I wasn't believing in myself وان انتو يبوش مي دايما ان انا احد احسن وان انا عامل الناس حولي بطريقة كويسة وانا بقدم من غيركم يعني عمر ما هكوم في الحتة اللي انا فيها دلوقتي ولا بفكر بالتفكير ده انا اصلا حتى الشخصية اللي انا يعني I built هي من يعني انتو الاثنين فكل الافرس اللي انتو عملتوها didn't go to waste و it won't يعني ان شاء الله وانا I will definitely carry this on وان شاء الله I continue making you proud وان شاء الله انتو يعني تكملوا تشوفوني في الطريق اللي انا فيه وانا انا مبسوطة في حياتي وده ان شاء الله حاجات يعني تبسطك جدا ان شاء الله ان شاء الله احب اقول يعني عاجات كتير اوي بس يعني نجمع كده كل حاجة في كم كلمة مبسوطة باز طويلة خلاص كده فانتشوف بان ام يعني احب في يد اقول شكرا على كل حاجة على تعب معايا على مجهود على يعني السكة اللي انتو حطتوها فيها اللي انا عمري وتخيلت قصلا ان انا ممكن اصك في نفسي بالطريقة دي كل مشاكلي كل حواراتي وغلطاتي كل حاجة يعني دي حاجة طبعا انا افضل شايلها طول حياتي وبس يعني ممكن بانكمل بقى اه بس اوكي اه مش عايزة خلص الحلقة بس لا بجد مبسوط اعوي بيكم اعوي يعني وحلقة دات لو عملانا الحاجة عملانها عشان انا عندي انا عندي ثلاث ولاد يعني بنتين ولد واحدة منهم في سن 16 والتاني 14 فبدا دائما عندنا مشكلة في حت الكمنيكيشن فبتبقى فكرة انهم ساعد ما بيسمعوا ليش في النهار لما يشوفوا حد زي اكو دي كان ريليت يقدروا يحسوا انهم اي احنا نفسنا كأهالي يعني بتدينا يعرف انتم بتفكروا ازاي في السنة وتنتقرأي منهم اكتر من دينا فهما ممكن يسمعوا لكو واحنا كأهالي برضو عم نشوف امثلة حلوة كده قدام زي كده فنتطمن زي ما تي بتقولي كده مش اخر الدنيا ميعملوا مصيبة متباشر خلاص يوم ديام انا عارف شكرا لك من هنا شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة